111. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 112. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على صاحب الرسالة الخاتمة الخالدة الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبعد أعزاء المشاهدين والمشاهدات ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن نبي الله يعقوب عوص أبنائه ألا يدخلوا من باب واحد زيادة في الحرص عليهم نواصل أحبتي في الله نواصل معكم أحداث قصة يوسف وصلنا وإياكم إلى قول الله سبحانه وتعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا عليه خرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إلى مصر فدخلوا على يوسف دخلوا عليه أي على يوسف عليه السلام قال إخوة يوسف يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي الشدة والجوع يعنون من الجد والقحط وقلة الطعام وجئنا ببضاعة مزجاه أي قليلة رديئة كاسدة لا تنفق في ثمن الطعام إلا بتجوز منك والمزجاه هي القليلة أو يعني بضاعة أو بضاعة ما تستاهل وقيل كانت من متاع الأعراب من الصوف والإقط قالوا فأوفلنا الكيل أي أعطينا ما كنت تعطينا قبل بالثمن الجيد الوافي وتصدق علينا أي تفضل علينا مما بين الثمنين الجيد والردي ولا تنقصنا كما عودتنا وتصدق علينا هذا أهبة في الله فيه على أن الصدقة لم تحرم على الأنبياء إنما حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقط قالوا إن الله يجزي أن يثيب المتصدقين قال الضحاك رحمه الله لم يقولوا إن الله يجزيك لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن انظر وحبتي في الله كيف أن الله سبحانه وتعالى يؤيد المظلوم ولو بعد حين ويجعل في منزله عالية إذا صبر واتقى فكان إخوة يوسف الذين كادوا له بالأمس جاءوا اليوم متسولين سحاذين يقولون مسنا وأهلنا الضر تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أذلهم الله ليوسف هؤلاء الذين ظلموه أتى الله سبحانه وتعالى بهم أذل الله صاغرين يقولون ليوسف تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف معروف ماذا فعلوا بيوسف قال وأخيه لكن السؤال ماذا فعلوا بأخيه قالوا كانوا يؤذون بن يامين من بعد فقد يوسف ليش يوسف علم عن نفسه ليش قال لهم أنا يوسف قال هل علمتم بيوسف يعني علم عن نفسه ليش اختلفوا المفسرين اختلفوا في السبب الذي حمل يوسف على هذا القول قالوا أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجذب والقحط وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقده يوسف مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعه عند ذلك قالوا أخذته رقة ورأفه ورحمه وشفقه على أبيه وإخوته لذلك قال لهم هذا الكلام قالوا وأخذ يبكي عليه السلام فتعرف إليهم قال ابن سحاق ذكر لي أنهم لما كلموا بهذا الكلام أدركته الرقة فبكى صلى الله عليه وسلم فباح بالذي كان يكتم منهم الإنسان إذا رأى قريب له في ذل فإنه لا يزيد همه وذله بل يرق لحاله ويوقف هذه المأساة فيوسف عليه السلام ما كان يريد أن يتشفى في إخوته لو كان يريد أن يتشفى كان تركهم يسألون زيادة ويتذللون أكثر ويردهم مرة ثانية وثالثة ويعذبهم لكن لما رأى الحال وصل بهم إلى هذا رق بهم وأوقف الأمر وكشف الحقيقة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف كشف الموضوع فالإنسان لا يتمتع بمآسي الآخرين لكن بعض الناس عندهم هذا الأمر يمعن ويتمتع بالمآسي لكن يوسف عليه السلام لا يمكن أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام قال إذ أنتم جاهلون وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف فقالوا مباشرة قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منَّ الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا إنك لأنت يوسف عرفوه قال أنا يوسف وهذا أخي بن يامين قد منَّ الله علينا أنعم علينا بأن جمع بيننا قد منَّ الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا وذلك بسبب الصبر والتقوى الإنسان لا يقول هذا المنصب بذكاء وصلت إليه وهذه المكانة بقدراتي الجبارة انظروا إلى يوسف قال قد منَّ الله علينا اعتراف لله بالمنَّة فالإنسان مهما وصل لا يغتر بما وصل إليه من مرتبة أو مرحلة بل يردَّها إلى الله سبحانه وتعالى قد منَّ الله علينا اعتراف لله بالمنَّة والفضل ثم قال إنه من يتَّقي بأداء الفرائض واجتناب المعاصي ويصبر عما حرَّم الله سبحانه وتعالى قال مجاهد يتَّقي المعصية ويصبر على السجن يتَّقي فعل ما حرَّم الله ويصبر على الآلام ويصبر على الآلام والمصائب والأكدار وعلى الأوامر بامتثالها قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر قال كل من عمل خير أو صحَّح نية فلينتظر جزاءها الحسن وإن امتدَّت المُدَّة قال تعالى إنه من يتَّقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المُحسنين قالوا أخوة يوسف قالوا تالله لقد آثَرَكَ الله علينا وإن كُنَّا لخاطئين قالوا معتذرين ليوسف تالله لقد آثَرَكَ الله علينا أي اختارَكَ الله وفضَّلكَ علينا أي فضَّلكَ علينا بمكارِم الأخلاق ومحاسِن الشيئة وأسأنا إليك غاية الإساءة وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك يعقوب فآثَرَكَ الله علينا ومكَّنَك مما تُريد وإن كُنَّا لخاطئين أي وما كُنَّا في صنيعنا بك إلا مُخطئين مُذنِبين وهذا غاية الاعتراف منهم بالجُرم الحاصل منهم على يوسف وهذا والله أعلم توب منهم قال لهم يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال يوسف وكان حليماً لا تثريب عليكم اليوم لا تعيير عليكم اليوم وَلَا أَذْكُرُ لَكُمْ ذَنْبَكُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ يَغْفِرِ اللَّهِ يَغْفِرُ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ فَسَمَحَ لَهُمْ سَمَاحًا تامًّا من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق ودعا لهم بالمغفرة والرحمة وهذا غاية الإحسان ونهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المُصطفين الأخيار والمسلم عليه أن يراعي مشاعر إخوانه فيوسف قال لا تثريب عليكم اليوم العفو عند المقدرة إذا قدرت أتعفو الدعاء لمن أخطأ عليك بالمغفرة يغفر الله لكم فإذا واحد أظلمك أو ظلمت وقلت له يغفر الله لك فلك أجر عظيم ثم بعد ذلك ماذا قال يوسف قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما عرفهم يوسف بنفسه سألهم عن أبيه أخبار الوالد قالوا ما فعل أبي من بعدي قالوا ذهبت عيناه فأعطاهم قميصه وقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا لأن كل داء يداوى بضده فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها كثير من العباد وقد أطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر قال الحسن البصري لم يعلم أنه يعود بصيرا إلا بعد أن أعلمه الله سبحانه وتعالى إذن هذه معجزة ليوسف وهذه من معجزات الأنبياء فإن القميص لما ألقي على وجه عقوب رجع بصيرا مع أنه لو أن أب أعمى وأتيت له بقميص ولده لا يحدث هذا إذن هذا خرق للعادات فهذه معجزة ليوسف ومعجزة ليعقوم فهي معجزة مشتركة بين يوسف ويعقوم عليهم السلام بإلقاء هذا القميص على وجه يعقوم فيرتد بصيرا يقول الله سبحانه وتعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو لا أن تفندون ولما فصلت العير أي خرجت من عريش مصر متوجهة إلى كنعان أرض فلسطين فصلت العير عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين شم يوسف ريحة يعقوب شم يعقوب ريحة قميص يوسف قال أبوهم أي قال يعقوب لولد ولده لأن عياله كلهم في مصر لكن عيال عياله موجودين عنده فقال يعقوب لولد ولده إني لأجد ريح يوسف قال مجاهد أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة ثلاثة أيام قال لو لأن تفندون تفندون أي تسفهوني تقول للي غلطان أني لأجد ريحة يوسف حد يقول لي يا جماعة غلطان حد يقول لي ما عندك سالفة إذن الأشياء المعنوية يحس بها الإنسان لأنه قال إني لأجد ريحة يوسف هل يوسف ريحة من مصر إلى فلسطين ممكن أن تشم لا إذن هناك قوة خفية أو دعها الله في نفس يعقوب يمكن أن تكون معجزة ليعقوب عليه السلام أن شم ريحة ولده عبر هذه المسافة الطويلة هكذا أحبة في الله وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من قصة يوسف وشاهدنا معكم كيف أن أخوة يوسف طلبوا منه الطعام وكيف أن يوسف رقق قلبه لهم واخبرهم عن نفسه وكيف أن يعقوب شم ريحة يوسف نكمل وإياكم في الحلقة القادمة أحداث قصة يوسف عليه السلام هذا وصلى الله مبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر